لقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي لقيت صدا واسعا في الإعلام الأمريكي حيث دعا كاتب في الواشنطن تايمز الأمريكي كيفين مكارثي إلى دعوة الأمير محمد بن سلمان إلى إلقاء كلمة في الكونغرس لتكون فرصة للشعب الأمريكي إلى الاستماع إلى رؤيته حول المنطقة واستشهد أيضا كاتب آخر في نيويورك تايمز برأي أحد الباحثين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن بأن الرياض وواشنطن تحاولان إدارة التحول في العلاقة إلى واقع متعدد الأقطاب الجديد لقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة إلى السعودية اهتماما بالغا من الإعلام الأمريكي والدولي والتي اعتبرها خطوة أمريكية جديدة لإعادة بناء الثقة في العلاقات بين الرياض وواشنطن الكاتب الإيراني الأمريكي والبروفوسور في جامعة جورج تاون روب سبحاني طالب في مقال له على واشنطن تايمز البيت الأبيض بالبحث عن شراكاء أقوية لمواجهة التحديات العالمية الدائمة الكاتب سبحاني وفي مقال له قال بأن هناك خمسة عوامل تلخص دوافع الأمير محمد بن سلمان وهي حبه واعتزاز المتبادلين للسعودية وشعبها إضافة إلى رغبته في ترك إرث لبلاده ولشعبه وثالثا تحويل المملكة وشعبها إلى قوة تغيير إيجابية عالمية الكاتب أضاف بالتزام ولي العهد السعودي الثابت بتمكن النساء السعوديات إضافة إلى حبه للابتكار والاستفادة من التكنولوجيا للصالح العام الكاتب أضاف بمشاهدين بأن على رئيس مجلس النواب كيفين مكورثي دعوة ولي العهد لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس واعتبارها فرصة لإطلاع الشعب الأمريكي على رؤيته الكاتب أضاف في مقاله بأن ولي العهد السعودي محفز بدوافع إيجابية لخلق نهضة سعودية جديدة لذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تجد شريكا أفضل منه لمواجهة التحديات العالمية نيويورك تايمز أوردت في مقال نشرته أيضا حول زيارة بلينكين رأيا حول حسين إبش كبير باحثين مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن بأن الرياض وواشنطن تحاولان إدارة التحول في العلاقة إلى واقع متعدد الأقطاب جديد اشتركوا في القناة